بشرت قوافل حجاج بيت الله الحرام ابتداءاً من اليوم الثامن من شهر دي الحجة في الصعود إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية اقتداءاً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبل ساعات من هذه اللحظات التاريخية التي تنتظرها الضيوف الرحمن استغلوا بعضهم المناسبة لزيارة جبل النور سمية مريجة تجمع أكثر من مليوني حاج من جميع أنحاء العالم تلبية لنداء الركن الخامس من أركان الإسلام الركن الذي يقوم به من استطاع إليه سبيلاً ليواكب من نسيكهم في البقاع المقدسة بدءاً من جبل النور الذي يعد سنة سنها رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام على حجاجه وذلك لما يحتويه من غار حراء الذي تنزل فيه الوحي للمرة الأولى على الرسول كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام كبيراً في العمر ويأتي إلى هنا كل مرة حتى خديجة كانت تتسلق الجبل مرتين في اليوم بالنسبة لنا هي سنة وواجب علينا القدوم إلى هنا زرت هذا الكهف أربع مرات واليوم هي المرة الخامسة التي أقوم فيها بذلك إنه من اللطيف جداً أن أرى أين كانت خديجة تنضي كل أيامها لجلب الطعام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لينتقلوا ليوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أين يحرم فيه الحاج من مكانه وهو يردد لبيك اللهم لبيك في طريقه نحو مناً ليصل المغرب والعشاء جمعاً وقصراً حتى بزوغ فجر يوم عرفة وسمي اليوم الثامن من ذي الحجة بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون فيه بالماء الذي يكفيهم طيلة رحلتهم إلى جبل عرفات ثم مزدلفة ثم العودة إلى ميناء من جديد